بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين اللهم أمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم سوف يكون موضوع الفيديو هو التفسير رؤية الصقر في المنال سوف نتعرف في هذا الفيديو على أهم دلالات وتفسيرات وتقاويد رؤية الصقر في المنام لابن سيرين سواء كان في منام الشاب الأعزب أو الرجل المتزوج أهم تفسيرات ودلالات وتقاويد رؤية الصقر في منام الشاب الأعزب لابن سيرين فإذا رأى الشاب الأعزب في منامه الصقر يطير ويحلق في السماء فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إن هذا الشاب سوف يحصل على كثير من المال والأرباح في المستقبل والله أعلى وأعلم أما في حالة إذا ما رأى الشاب الأعزب إنه قام بإمساك السكر وقام بزبحه إلى قطعة صغيرة فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إن هذا الشاب سوف يتخلص من الهموم والمشكلات التي تواجهه في حياة وفي القريب والله أعلى وأعلم أما عن تفسيرات ودلالات رؤية الصقر في منام الشاب الأعزب فهي تكون دلالة على الخير والرزق الوفير الذي سوف يأتي إلى ذلك الشاب والله أعلى وأعلم أما عن تفسيرات ودلالات وتآويل رؤية الرجل الأعزب للصقر في المنام الإبن السرين فهي كالآتي فإذا رأى الرجل في منامه صقر كبير فإن دلالة وتفسير تلك الرؤية يشير إن هذا الرجل صوف يحصل على رزق كبير والله أعلى وأعلم أما في حالة إذا ما رأى الرجل المتزوج في منامه إنه يقوم بزبح الصقر فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إن هذا الرجل صوف يتخلص من الهموم والمشكلات التي كانت تواجهه والله أعلى وأعلم أما عن تفسيرات ودلالات رؤية الصقر في منام المتزوجة فهي كالآتي فرؤية الصقر في منام السيدة المتزوجة يعتبر من الرؤى المحمودة لإن يكون به إشارة أو دلالة إن تلك السيدة سوف يأتيها الفرج وسوف تتخلص من الهموم أما عن تفسير ودلالة رؤية الصقر الصغير أو صقر صغير الحجم في منام السيدة المتزوجة فإنه يكون دلالة وإشارة إن هذه السيدة تتمتع بالعزة والكرامة وإنها سوف تستطيع أن تنهي الخلافات التي كانت في حياتها والله أعلى وأعلم أما عن تفسير رؤية الصيدة المتزوجة إنها تقوم بزرح الصقر في المنام فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية بها إشارة جيدة إن هذه السيدة سوف تستطيع التخلص من ظلم كانت تتعرض له والله أعلى وأعلم أما عن تفسيرات ودلالات وتآويل رؤية الصقر في منام السيدة الحامل فهي كالآتي فلرؤية الصقر في منام السيدة الحامل دلالات وتفسيرات متعددة وقد تكون من أهم التفسيرات والدلالات هو إن تلك السيدة سوف تتمتع برزق كثير وخير كبير وسوف يأتيها الفرج بإذن الله وقد يكون أيضا لدلالة رؤية الصقر في منام السيدة الحامل هو إن تلك السيدة سوف تتمتع بولادة سهلة ميسرة بدون ألم ومعاناة والله أعلى وأعلم وقد يكون أيضا لتفسير رؤية الصقر والقيام بزبحه في منام السيدة الحامل إن تلك السيدة سوف تستطيع التخلص من الهموم والمشكلات التي كانت تواجهها في القريب والله أعلى وأعلم هكذا نكون قد صردنا عليكم أهم التفسيرات وتآوير رؤية الصقر في منام السيدة الحامل أما عن تفسيرات ودلالات رؤية الصقر في منام السيدة المطلقة فهي كالآتي ففي حال إذا مرات السيدة المطلقة في منامها الصقر وكان الصقر يطير ويحلق في السماء فإن دلالة وتفسير تلك الرؤية تكون من التفسيرات المحمودة لأنها تشير إن تلك السيدة المطلقة سوف تستطيع تحقيق أمانيها أو الأحلام التي كانت ترغب فيها والله أعلى وأعلم أما عن دلالات وتفسيرات رؤية السيدة المطلقة للصقر بين يديها فإن دلالة وتفسير تلك الرؤية تشير إلى إن إن الله عز وجل سوف ينعم على هذه السيدة المطلقة بالخير الكثير والرزق الكبير في الأيام المقبلة والله أعلى وأعلم أما عن دلالة وتفسير رؤية السيدة المطلقة للصقر يموت في المنام فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون أيضا من التفسيرات المحمودة لأنها تشير إن هذه السيدة المطلقة سوف تتخلص من الهموم التي كانت تعاني منها أو سوف تستطيع التخلص من الهموم أو المشاكل كانت قد تواجهها في حياتها والله أعلى وأعلم هكذا نكون سردنا عليكم أهم تفسيرات ودلالات رؤية السقر في المنام لابن سيرين